عامان إلا قليلا منذ تدخل التحالف العربي لمنع الحوثيين من إتمام عملية التهام الدولة تتأرجح الحلول سياسيا وعسكريا رغم الانسداد الواضح في أفق الحلول الدبلوماسية يسعى المبعوث الأممي مجددا لفتح باب الأمل أمام حل فقد الشارع اليمني الإيمان به مساع اسماعيل ولد الشيخ أحمد في جولته الإقليمية الجديدة من أجل إحياء عملية السلام بتعديلات جديدة على خطته يبدو أنها تأتي في سياق معركته الدبلوماسية الجديدة للبحث عن أرضية مشتركة هذه المرة عبر شبكة مساعديه ومبعوثيه الذين يسعى من خلالهم لقراءة مواقف الأطراف وما يختبئ تحت الرماد فيما تصر الشرعية على حوار سياسي وفق معطياتها الميدانية وما يتناسب مع تطلعات اليمنيين وتضحياتهم واتساقا مع تجربتها السابقة في الحلول المجتزأة من حكومة الوفاق الوطني إلى اتفاق السلم والشراكة الاتفاقان الذين هدمهم التحالف الانقلابي أنذاك ومنذ صدور القرار الأممي 2342 الذي يؤكد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة يبدو المشهد السياسي أكثر ضبابية خصوصا مع استمرار تخندق الأطراف كل في موقع حيث تطالب الشرعية بحل يعيد الدولة ويجنب اليمنيين مخاطر العودة إلى مربعات العم يصر الانقلابيون على الاحتفاظ بمكاسبهم والتمسك بما اصطلح عليه بتفاهمات مسقط التي منحتهم إياها مبادرة كيري غير أن الواقع سياسيا لا يبدو أكثر أمنا من متارس الحرب فكل الدلائل تشير إلى جهل العالم بما يحدث في اليمن وما يعيشه اليمنيون من مظلمة حقيقية جراء الانقلاب وتداعياته وفيما يذهب متابعون للمشهد اليمني إلى اعتبار ذلك أحد أسباب ارتباك المشهد بين الحلول السياسية والعسكرية ناهيك عن تقاطع المصالح الدولية ترى أطراف أخرى أن غياب الرؤية السليمة من قبل التحالف العربي والسعودية تحديدا يقلل من فرص نجاحها خصوصا ما تقوم به بعض أطراف التحالف من محاولة عزل هادي عن محيطة والاندفاع خلف إقصاء بعض القوى السياسية الفاعلة يترقب اليمنيون بحذر ما ستفسر عنه الأيام القادمة من جهود للأطراف الدولية الساعية للتوصل إلى حل سياسي شامل لكنهم يترقبون بحذر أكبر الالتزامات المعلنة بتيسير سبل الحياة عبر المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة التي ملأت أسماعهم ضجيجا ولم يروا طحينا ترجمة نانسي قنقر